من الحدود الجنوبية اللبنانية الإسرائيلية تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف أهلاً ومرحباً بك معنا ناهد ناهد آخر التطورات لديك بعد قصف متبادل وأهداف متبادلة ما بين الجانبين سواء الإسرائيلي أو حزب الله في لبنان رشاء الغراط منذ صباح أو منذ ظهر هذا اليوم لم تتوقف آخرها منذ حوالي العشر دقائق غارة قوية استهدفت منطقة بنت جبيل وهي تستهدف هذه البلدة للمرة الثانية منذ بداية التطورات الأمنية في جنوب لبنان وهناك أنباء حتى الساعة عن وقوع إصابات لتزالين طبعاً معلومات أولية لأنها نفذت أو حصلت منذ حوالي العشر دقائق كان سبقها أيضاً غارات على بلدة كفركلة حيث سقطت الصواريخ في أرض زراعية في وسط البلدة أدت إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح نقلة إلى المستشفى وأيضاً غارات أخرى على بلدة مروحين ثلاثة صواريخ سقطت في البلدة بالإضافة إلى غارة على بلدة عيت الشعب من الجهة الشرقية وليس من الجهة التي هي خلفنا أيضاً كانت هناك غارة بصاروخ من مسيرة وكل ذلك طبعاً تزامن مع قصف مدفعي على عدد من البلدات أولها النقورة التي كانت منذ الصباح تستهدف بالمدفعية الإسرائيلية وبعدها تبعها القصف على عدد من البلدات أبرزها حتى في القطاع الشرقي على عدد من البلدات هناك بعد العملية العسكرية التي قام بها حزب الله وهي هجوم جوي قام به عبر مسيرة انقضاضية استهدفت موقع الرمثة في مزارع شبعة وعليه كان القصف الإسرائيلي يتركز على عدد من البلدات المقابلة لذلك الموقع أيضاً كانت هناك عملية أخرى علنة عنها حزب الله في بيان وهي استهدافه تجمعاً لجنود إسرائيليين في موقع حرج عداثر هتين العمليتين أعلن عنهما حزب الله فيما كنا رصدنا إطلاق صاروخ من خلفنا إلى مستوطنة الساعسع أيضاً قبل حوالي الساعتين ولكن حتى الساعة لم يصدر الحزب بياناً حول هذه العملية كان ما أصدره حزب الله اليوم هو نعيه لأربعة عناصر تحدثت عنهم وسقطوا في الغارات التي شنت ليل أمس على البكامال في الحدود العراقية السورية يمكن القول بأن الغارات باتت أو عادت تتكثف مع هدوء طيلة ساعات الليل وفي ساعات الصباح الأولى عادت الغارات تتكثف الآن على البلدات ووقوع إصابات في أكثر من غارة إصابات جرحة ينقلون يتم نقلهم إلى المستشفى حتى منذ بعض الوقت كنا نسمع سيارات الإصعاف من البلدات التي هي خلفنا يبدو أنها أيضاً كانت تقل أحداً من الجرحة هذا هو موجز ما حصل اليوم منذ ساعات الصباح عمليتان عسكريتان أعلن عنهما حزب الله في بيانين متتاليين بالإضافة إلى هذه الغارات والقصف المدفعي الذي يطال عدد كبير من البلدات الحدودية منذ ظهر هذا اليوم وحتى هذه الساعة ناهد من المعلوم بأن الأهداف كقرى وكأماكن حدودية كانت أخلية فيما سبق ولكن اليوم هنا الحديث عن الصور النبطية والزهراني أيضاً صارت المواقع في الداخل أكثر ليست في المسافات التي كان الحديث عنها سابقاً هل هذا انعكس فعلياً اليوم في تجدد أو قرارات ربما لسكان هذه المناطق بالذهاب إلى الخارج أو النزوح؟ طبعاً راشا كنا نشهد منذ أسابيع حركة النزوح هذه خصوصاً بعد التصعيد الإسرائيلي الذي يأخذ منحاً تصعدياً كبيراً في الأسابيع الأخيرة الخروج عن قواعد الاشتباك لأكثر من مرة وهذا الموضوع بات يتكرر أسبوعياً إن لم يكن يومياً الخروج عن الاشتباك الاستهداف عدد من المنازل الخارج أو في العمق الجنوبي كل هذه الاستهدافات التي حتى أيضاً باتت تطال المدنيين ويسقط مدنيون جراء هذه الاستهدافات وليس فقط مقاتلون لحزب الله ولذلك كنا نشهد حركة النزوح هذه باتجاه العاصمة بيروت أو حتى باتجاه المناطق الجبلية رغم صعوبة هذا الأمر أولاً بسبب الوضاع الاقتصادية وعدم قدرة هؤلاء على المغادرة أو استئجار منازل أخرى كما أحقام بعض من أهالي الجنوب منذ بداية التطورات وأيضاً بسبب صعوبة ترك أرزاقهم ومصالحهم في هذه البلدات لذلك كانت الصرخة بضرورة وقف إطلاق النار وضرورة سحب فتيل التوتر من الجنوب حتى يعود الأهالي إلى منازلهم وإلى ممتلكاتهم وأرزاقهم بعد أن طالت هذه المدة لم يكن أحد يتوقع عراشا من الأهالي بأن تطول لثلاثة أشهر كل الذين كانوا نزحوا توقعوا بأن يغيبوا عن منازلهم أو يغيبوا منازلهم لأيام ولكن طول هذه الفترة أثر سلباً على اقتصادهم نعم أثر سلباً على حياتهم وعلى أرزاقهم وهنا تأتي المطالبة بضرورة وقف هذه الحرب حتى تعود الحياة إلى طبيعتها رغم الدمار الكبير رغم الدمار الكبير الذي لحق بمنازل كثيرة وأحياء سكنية كثيرة في البلدات الجنوبية الحدودية وغير الحدودية بعد الاستهدافات الأخيرة لإسرائيل في الداخل أو في العمق الجنوبي شكراً جزيلاً لك ناهد من الحدود الجنوبية لبنانية الإسرائيلية كنت معنا مراسلة الحدث ناهد يوسف ترجمة نانسي قنقر